انت النهاردة بتسألني عندنا مواهب عندنا مواهب عندنا حاجة ده المفروض الولد اللي حصل عمل كده ده ده يتشطب نهائي من كل السجلات طب ليه بقى ده رجعوه قريب يا العطب ها؟ رجعوه قريب يا العطب دلوقتي؟ ولقيت المدرب بتاعه في المنتخب بيكلمني بيترجاني اللي انا يعني اتنزع الموضوع اتنزع الموضوع ازاي اتنزع ينا يا رب يا ده يا شافين ادي انا بقولكوا هتسمعوه حاجات لأول سمعوه بس انا اول مرة والله العظيم ثلاثة اسمع منه الكلام ده اه والله يعني كنا بالدردش اعلى اللعيبة الصغيرة لعب اول انما اللعيب بيطلع شهادة وفاة وبعد كده بعاجه والسفر سافر وجهة كابتن كمان يعني ممكن يقتل ويدبح ويسرق ويعمل اي حاجة ويطلع شهادة بكل بقى جبناه يا اتحاد الكورة المصري يا سيادة الوزير كلام واضح كلام واضح والله العظيم المنظومة كلها فازدة فازدة سواء اداريا او ماليا ما قاليش جعوة اللي بيحصل ده ما هو ادي الكلام مشان اللي بجيبش جابه من عندي والله العظيم انا اول مرة اسمعوه من كابتن علاء ده اللي بيحصل ويقول ليه بيحصل كمان اكتر من كده في حالات كتير في حالات كتير وبعدين يجي يقولك ايه ده يا جماعة الراجل ده عمر اللعيب ده ما بيبقى سنه سليم يقولك ده اصل موليد حتة لو روحتها تبقى جدع ما تعرفش اسمها ايه تمام مش عارف تتوصله وانديها كبيرة للأسر بيحصلة حتى في لعبه وفي جريه وفي جسمه اصلنا هيجي في مرحلة سنه معينة ما طيب هيبقى خلاص بقى بتعمل ايه وبنفس الوقت انت بتخلص على موهبة عندك وبتقعده وبتمشي عشان خاطر المزور ده يلعب طب ليه طب النهاردة فييجوا سن معين في الاسورة دي بتكشف طبعا طبعا بتكشف انا النهاردة في زد عندي عملت اسورة الاثنين لعيبة ليتوا مش مصبوطين والله لو لا حد هيكشفهم قبل والله هل بحكيه لك لانت بتتعمل مع ربنا سبحانه وتعالى فقعدتهم ولو كان قعد كان خدوا كل بطلاتهم بخدوا بطلات المنطقة خدوها من مطش النهائي كان زمالك في الزمال تمام الفين وتمانية لو بيلعبوا دول كانوا خدوا الجمهورية وخدوا كل البطلاتة في الدنيا ولا حد كان هيقدر ان فعلا شكلهم عادي جدا بس انا من جوايا مش هلالك الحسة اه طبعا انت بتعمل كده ليه وبعدين بقى التسنيم بقى اه يقول لك قصده متسجل بعد ما اتولد بأربع سنين في حيات بقى جديدة يقول لك ايه الراجل دلوقتي بقى فهم الله يعني ما زال لحد هذه اللحظة كلام ده طبعا طبعا اسمع يا اتحاد الكرة والمناطب بتوعك اه اسمع وبعدين يا كابتل مصافة اللي بيحصل جديد ايه دلوقتي اللي خلاص المواضيع بقى بدأت تنتشر يعني اه فواليه الامر بيخلف ويسيب ابنه ثلاثة اربع سنين ما يقايدوش اه سروة بالنسبة خبر اسمي بالنسبة اه والله يقول لي عاوزيني نفس في افريقيا ونصر كاسعالة ونصر امرت ايه هي دي اللي انا بتكلم عليها يا جماعة احنا عندنا يا كابتل مصافة انت خدت بلك من الكلام ويقولت لك كنت باتمرن يوم باربعة بس ايه انا عافية وبالعافية والعب بتشاهد الباني وانت مش كنت بتقرب من البيت عشان تروح تتمرن وتعمل طبعا اللي كانوا بيتهمونا اللي احنا ملناش اهل اللي كانت بلعب كرة زمان ده اه 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 وفي صايع ويقول لك الاهل يقولك ايه بقى ابني لو فلاح اه النهاردة لو قلت لوليه الامر ست ايام في الاسبوع تامنين هيجبه وهو اللي هيجيبه ويوصله هو بيوصل قابليه يقوله اخرج مدرس اتلين في الناد مستنيه اه خلاص بقى بالنسبة لهم اه تمام فانت النهاردة ايه النهاردة جماعة يعني اصلاك انت بتفتح قصة او قضية كبيرة مش قضية كبيرة ده هي دي ده اساس ده فساد الكرة المصرية انت نهاردة كابت انت بقالك عندك جيل بقاله خمس ست سنين معملش اي انجاز للكرة المصرية بالضبط كده تمام فتعملت ماشي جهاز وجيب جهاز اه ماشي جهاز وسيب جهاز تما تبص على الجوهر المضوع نفسه انت عندك الجيل اه تم بالوقاع ده بالنشئين انت لابدك اتحاد الكرة تطلع تواجه المجتمع المصري وجمهور الكرة المصري يا جماعة احنا انت زورنا كمان ثلاث سنين عندنا خطة كبيرة جدا اللي احنا نطلع اجيال لمصر عشان خاطر نبتدي نسد الصغرة اللي موجودة او الدروب اللي حصل